السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لاسعة أنديل انتهت بالأمس القمة العربية الطريقة اللي دعت لها المملكة العربية السعودية والقمة عقدت بناء على طلب السعودية بالاجتماع للتشاور والتناقش بشأن الاعتداءات الإيرانية والحوثية الأخيرة وهي قمة من ضمن ثلاث قمم دعت لهم المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة قمتين عقدوا بالأمس القمة الخليجية والقمة العربية وان شاء الله النهاردة هتنعقد القمة الاسلامية خلونا بقى في القمة العربية طلع البيان الختامي للقمة العربية وفي ايدانا للسلوك الايراني ولمليشيات الحوثي في المنطقة ايدانا واضحة وصريحة الايران لان المليشياتها بتسرح وتمرح في المنطقة وبتقتل اهلين وبتهجرهم في العراق وفي سوريا وفي اليمن درير خلاياها النايمة والصحية في دول الخليج العرب ويقوم الوفد العراق برئاسة رئيس العراق برهم صالح بالاعتراض على البيان لان البيان ضد ايران ومليشياتها اللي في المنطقة ومع كل اللي احترام للعراق شعبا ورئيسا ودولة ومش هدف ابدا من الحلقة دي ان اقلل من احترام رئيس العراقي رئيس العراقي والشعب العراقي على راسي من فوقها ولكن ماينفعش نسكن لازم نتكلم الوفد العراقي ادينا نموذج واضح جدا عن مدى امكانية ايران ومدى تأثيرها في قرارات الدول اللي لها فيها نفوز ومن ضمنهم العراق للأسف وده بينطبق على الدول اللي بتسرح فيها المليشيات الايرانية فمثلا لو النظام السوري كان مشارك في القمة اكيد كان هيشارك العراق في اعتراضه على البيان ده مش بعيد كمان كان يطالب بادانة السعودية والامارات ان هم بيقولوا اي لما الحوثي وايران بيهجاموا عليهم ما همين يشهد للعروس ولو كانت لبنان ممثلة بوزير الخارجية جبران باسيل او حتى رئيس الدولة اللبنانية ما كانش مستبعد ابدا ان يسجل اعتراضه على البيان ويمكن يقولوا ان ايران حمامة السلام في المنطقة وازاي بتعملوا معاها كده طبعا ده ارضاء لحليفهم حزب الله ولكن الحمد لله ان ممثل لبنان في القمة كان رئيس سعد الحريري ويمكن كانت مقصودا اعقادها في مكة عشان سعد الحريري هو اللي يجي سبحان الله سعد الحريري اللي بنظري وبنظر كتير من العرب هو المحافظ الوحيد على عروبة لبنان تخيلوا معايا لو ايران كان لها ادوات تأثير في دول اكتر من كده يعني لو كان الحوثي مثلا هو اللي كان مسيطر على اليمن دلوقتي وكان هو اللي بيمثل اليمن في القمة اكيد برضو كان حيسجل اعتراضه على البيان تخيلوا لو الاخوان المسلمين كانوا لسه بيحكوموا مصر او تونس اكيد كانوا حيسجلوا اعتراضهم على البيان ما انا متوقعش ابدا ان الاخوان المسلمين يدينوا ايران وتصرفاته ما احنا شفناهم وشفنا اعتراضاتهم على العقوبات الامريكية اللي تفرضت على ايران لان ايران حليفتهم وكمان شفناهم وهم بينددوا بقرار اعتبار الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية معينه بالفعل منظمة ارهابية بتعيد في الارض فسادا وقبل ده كله شفنا كتب ومؤلفات كهن الاخوان الاكبر يوسف القرداوي اللي بيعتبر ثورة الخميني ثورة اسلامية وشفنا طبعا العلاقة التاريخية اللي بتربط مؤسس الجماعة بايران وكمان مرشدين الجماعة اللي جم بعد كتا عشان كده انا شكرت اعتراض ايران لانها ديتنا نموذج للعرب حال وصول اي جماعة لها علاقة بايران لمنظومة الحكم علما بان البيانات الختمية للقمم ما هي الا موقف مسجل مش اكتر ومش هيترطب عليه اي امور اجرائية ومع ذلك الدول اللي ايران لها نفوت فيها بتحرمنا حتى من تسجيل المواقف الموحدة على كل الاحوال اللاسع دي موجهة لكل موطن عربي بيثق في سلوك ايران وبيدعو للتحور معاها باعتبر ان هي دولة اسلامية سوية وهو مش واخد باله ان النظام الايراني اتل من العرب اكتر ما اليهود اتلوا منهم اللاسع دي موجهة للعرب اللي بيدعو جومانسية وحب السلام وكراهية الحروب يمكن يفوقه ويدواره في تاريخ ايران ويعرفوا ايران عمل تيف العرب على مدى التاريخ ويقتنع ان ايران عدو لا يقل ابدا عن اسرائيل على الاقل اسرائيل عدوه وما كملتش مئة سنة انما ايران عدو من 1400 سنة وقركته بالتاريخ وانتطرفه هي طرى ممي اللي بيتفرج على الحلقة دي اللاسع دي جات فيه لانه كان من الناس اللي بينادوا بالسلام مع ايران وبالحوار معها لو المحتوى عجبك ما تنساش تعمل لايك وكمنط وشير واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته